تطوير قطاع المواشي لإنشاء صناعات محلية بهدف دعم الاقتصاد الوطني يدخل ضمن الخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية وهي خطة تعمل الحكومة الجادية على تنفيذها عبر وزارتها الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزارة الثروة الحيوانية والانتاج الرعوي وشركتها مجموعة أريس جاد وهي خطة تمخض عنها مشروع يصب في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وذلك عبر دراسة قدمت من قبل أبيزاكري التي قدمت تقريرها المعتمد من قبل الطرفين لرئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس دي بيتنو من طرف رئيس مجموعة أبيزاكري ويرمي المشروع إلى محاربة الفقر والبطالة في الوسط الشبابي كما سيخلق هذا المشروع فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة تساعد في تطوير الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع وقد أشهد رئيس الجمهورية الفريق محمد دريس دي بيتنو بهذا المشروع وقدم في الوقت نفسه توجيهاته للمعنيين للعمل ومتابعة هذا المشروع وتنفيذه من أجل مصلحة الوطن والمواطنين لأن الثروة الحيوانية تمثل ركيزة يعتمد عليها الاقتصاد الشديد وصرح رئيس مجموعة أبيزاكري بأن هذا المشروع مهم سيعمل على تحديث قضاء الثروة الحيوانية خاصة في مجال اللحم وسينفذ في سبعة مناطق صناعية بالبلاد كما سيخلق أنشطة مهمة أخرى تفتح فرص عمل للشباب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعوي عبد الرحيم عوض الطيب أشار إلى أهمية المشروع لكاد خصوصا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية المشروع الآن هو تلخيص كبير هو فوق البهائم والبناء الأباطوار والتجارة البقى برا والتجارة بسوشنو بالدروب والتيارات وكذا كلها فوق المشروع ما يمل عليهم جدا أن كل الجسدح المخدمات الأ punch المشروع بال pondع في ذلك � Gosvها dhık monsters 540 مليار القم و بحقنا على الناس يتواجد الى 10.7 مليارات في سنة لذلك مجددا لنا يتواجد إلى أهمية مجددا للعضاء الفيديوية يتمتلكون أن نظروا فتح بشكل مصائل ومعرفة المهمة وأنها تحتاج إلى رمضة جديدة ومعرفة المهمة ومعرفة على نزول العام ومعرفة أكثر تحقيقا للتحقيق في سيئة المنزل سيئة الأطفال ومعرفة كل المهمة إن هذا المشروع في حالة المصدقة عليه سيساهم في دعم سياسة الحكومة في مجال تطوير الثروة الحيوانية وسيعزز من وضع الاقتصاد المحلي وتطوير فرص العمل لدى الشباب باعتبارها تحديات تسعى الحكومة الانتقالية على رفعها